اشتركوا في القناة عارفين الاسفنج ده بيكون غير متحرك لانها بتعيش مسابات على مين على الصخور طب البلازموديوم برضك ما عندوش وسيلة ايه للحركة فاذا ده من نسبانك ما ينفعش احنا عاوزين اختلاف هما الاتنين ما عندهمش وسيلة للحركة رقم بيه نامة اللي هو التغذية طب عندنا الاسفنج ده بيكون كائنات غير زاتية التغذية طب البلازموديوم دي كائنات غير زاتية التغذية تتطفل على الانسان وتصيبه مورد من اللي هو الميلاريا معنى كده هما الاتنين غير زاتي التغذية فيهنين PHIL كمان بالنسبة لنا ما ينفعش احنا عاوزين اختلاف هما الاتنين شكل بعض كده رقم جين التقاصر جنسيا ولاجنسيا والله عندنا هنا بالنسبة للاسفنج التقاصر هنا بيكون جنسي عن طريق الامشاج والاجنسي عن طريق طبها والتجدد طب البلازموديوم التقاصر هنا بيكون جنسي ولاجنسي فإذا هما الاتنين شكل بعض فيهن ما ينفعش رقم دل درجة تعاقد اللي هو الجسم طبعا دي الإجابة الصحة طب ليه عندنا والله اللي هو الأسفنج دي بيكون كائنات اللي هي متعددة اللي هي الخلايا أما اللي هي البلازموديوم دي بيكون كائنات مجهرية وحيدة الخلايا فإذا الاختلاف هنا في درجة تعاقد الجسم بالرغم من أن الهيدرة وفطر عفن الخبز كلاهما غير ذات التغذية إلا أن الهيدرة تتميز عن فطر عفن الخبز في طريقة حصولها على غزائها فما هذه الطريقة إحنا عارفين أن الهيدرة عندها الفم ده بيحاض بزوائد وامتدادات بسميها اللي هي اللوامس ودي بتحتوي على تجويف بسميه تجويف اللي هو الوعائي المعدي الخلايا بتاعتها زي ما احنا عارفين بتنتظم فيه اللي هي طباطين الخارجية بتحتوي على خلايا لاسعة وبيزداد عددها فينا حتة على اللي هي اللوامس علشان تدافع عن نفسها وكمان عشان تصطاد اللي هي الفريسة يبقى معنا كده أن هي طريقة الحصول على الأكل بتاعها عن طريق مين عملية اللي هي الافتراس فلما يقول التطفل طبعا ده غلط علشان ده هيكون زي اللوة دودة اللي هي الإسكارس أو اللي هي الفلارية وطبعا دي بتسبب أمراض الافتراس طبعا ده الصح اللي احنا مندور عليه الترمو طبعا ده زي اللي هي بعض الفطريات زي فطر اللوة عفن الخبز التكافل ده زي اللي هي بعض أنواع من اللي هي البكتيريا زي بكتيريا اللي هي العقد الجزرية اللي هي بتنمو على اللي هي نباتات اللي هي البقولية زي نبات الفول يبقى كده الصح رقم به أي المستويات التصنافية التالية يشترك فيها كل من الكائن سين والكائن صاد أول حاجة عندنا اللي هو الكائن سين ده ده عبارة عن اللي هي دودة اللي هي الإسكارس ودي بتادينا عن مملكة اللي هي الحيوان شعبة اللي هي الديدان الأسطوانية اللي هي الخيطية عند صاد ده ده عبارة عن اللي هي دودة الأرض وده عبارة عن مملكة الحيوان شعبة اللي هي الديدان الحلقية فبقول لي هنا عاوزين هنا أي المستويات التصنافية هما الاثنين يشتركوا فيها فهنا بقول لي أطرى المملكة ولا الشعبة ولا الطائفة ولا الردبة طبعا هما الاتنين بيشركوا فين في مملكة مين اللي هو الحيوان إنما الشعبة بالنسبة لنا مش هتنفع إحنا لسه سائلين إن الإسكارس بيتبع مين شعبة اللي هي الديدان الاستوانية أما اللي هو دودة الأرض بتتبع مين شعبة مين اللي هي الديدان إيه الحلقية فهذا الشعبة بالنسبة لنا غلط الطائفة غلط الردبة غلط أي مما يلي ينطابق على الكائن الموضح فيه الشكل المقابل إيه اللي قدامنا ده اللي قدامنا ده عبارة عن اللي هي دودة اللي هي العلق اللي هي الطبي وده بتأتبع مملكة الحيوان شعبة اللي هي الديدان اللي هي الحلقية فبقول رقم ألف الجسم غير مقصم لا والله ده الجسم هنا بيكون مقصم إيه مقصم إيه لحلقات مينفعش معنا الجسم زو تماثل شعاعي ده الكلام ده هيكون فين التماثل الشعاعي ده هيكون فيه اللي هي شعبة اللي هي اللاسعات زي الهايدرة وأنديل البحر فإذاً ده كمان غلط حيوان يعيش حر طبعاً ده بيعيش زي ما احنا عارفين متطفل خارجياً وبالتالي ده كمان غلط حيوان يعيش متطفل ما احنا لسه عيلين ان التطفل بتاعه بيكون ايه خارجي فإذاً الكلام ده صح يبقى للإجابة رقم مين رقم ده جميع ما يلي يؤكد ان الكائن الحي المقابل ينتمي الى العناكب وليس الحشرات ما عاد يعني فيه حاجة بس هي اللي غلط طبعاً ده اللي قدامنا ده اللي هو العنكبوت فبولي هنا كل اللي قدام ده بيؤكد انه بينتمن مين الى العناكب وليس الحشرات فبولي رقم ألف عدد الأرجل المفصلية زي ما احنا شايفين ده عنده أربع أزواج من الأرجل المفصلية واحد اثنين تلاتة اربعة اليام التاني فيه أربعة يبقى عنده أربع أزواج من الأرجل المفصلية أما الحشرات زي ما احنا عارفين بيكون عندها تلات أزواج فقط من الأرجل المفصلية فإذا الكلام ده صح بالنسبة لنا احنا من ندور على ايه معادة خلي بالنا الرقم بيه الهيكل الخارجي احنا عارفين شعبة اللي هي مفصلات الارجل بينقسم الجسم فيها الى عدة ايه مناطق بيغطيها من بره مين هيكل ايه خارجي سواء موجود في الحشرات او موجود فين فيه اللي هو العناكب وبالتالي هنا ده اللي احنا ايه هنختاره رقم جيم تقسيم الجسم طب عندنا في العناكب الجسم هنا بيتكون من منطقتين منطقة اللي هي رأس صدر ومنطقة مين اللي هي البطن اما بالنسبة لي اللي هي الحشرات الجسم طبعا بيتقسم الى ثلاث مناطق اللي هي منطقة الرأس ومنطقة الصدر ومنطقة اللي هي البطن فإذا ده كمان اخدها قميكاس عشان ينتام اللي هو الكائن ده ايه الى اللي هو مين العناكب رقم دال نوع اللي هو العيون والله العناكب عندها اللي هي العيون بتاعتها بيكون بسيطة اما فيه اللي هي الحشرات بيكون عندها زوج من اللي هي العيون المركبة فإذا الحاجة الوحيدة هنا اللي هيكون هما الاتنين شكل بعض فيها اللي هو مين اللي هو الهيك اللي هو الخارج أي مما يلي من الصفات المشتركة بين الكائن سين والكائن صاد عندي سين ده اللي هو عبارة عن الاختبوت وده عبارة عن شعب بيتبع اللي هو شعبة اللي هو الرخويات وعند صد اللي هو مين اللي هو خيار البحر وده بيتبع شعبة اللي هي شوقيات الجلد عاوزين حاجة مشتركة بينهم هما الاتنين رقم ألف الجسم مقسم ومتحرك طب عندنا اول حاجة اللي هو مين اللي هو الاختبوت الجسم هنا بيكون غير مقصم لقطع خلي بالنا وبيكون عنده جزء اللي هو عضلي عن طريقه بيبدأ يتحرك لحنا من سميل اللي هو القدم طب بالنسبة الحاجة التانية اللي هو خيار البحر الجسم هنا برضه غير مقصم الى قطع وعنده هيكل داخل ايه صلب فايزا ده بالنسبة انك ده ما ينفعش رقم بيه وجود هيكل خارجي صلب عندنا اول حاجة اللي هو مين اللي هو الاختبوت طبعا ده بيكون كائن رخ عند اللي هو خيار البحر بيكون عنده جداره بيحتوي على الأشواك وعنده صفائح اللي هي إيه كالسية فإذا ده كمان بالنسبة لنا ما ينفعش رقم جيم الجسم به رأس طبعا عندنا أول حاجة اللي هو الاختبوت الجسم هنا بيكون عنده رأس نامي وبيحمل أعضاء مين اللي هو الإحساس أما بالنسبة لليه اللي هو خيار اللي هو البحر طبعا هنا ما فيش رأس لأن هنا ليس له طرف أمامي وطرف إيه خلفي في إذن ده ما ينفعش معنا احنا عاوزين حاجة موجودة فيه مهمة لتنخلي بالنا رقم ده الجسم غير مقسم ومتحرك طبعا ده اللي احنا ايه هنختاره دي الإجابة الصحة عندنا أن الجسم فعلا بيكون فيه اللي هو الاختبوت بيكون اللي هو غير مقسم لقطع وبيكون عنده فيه جزء اللي هو عضلي بيستخدم للحركة بسامية اللي هو القدم وفي نفس الوقت اللي هو خيار اللي هو البحر ده الجسم برضه غير مقسم إلى قطع وبيكون عنده تركيبات شبيهة اللي هي الممصات بيبدأ هنا عن طريق ايه يبدأ يتحرك بسامية اللي هي الأخدام اللي هي ايه اللي هي الأموبية يبقى كده الإجابة الصحة رقم مين رقم ده تعالى نحل مع بعض كده اسئلة الفصل الثالث الدرس الأول أول سؤال الشكل المقابل يوضح أحد الكائنات البحرية أي مما يلي يتصف به هذا الحيوان يعني صفة موجودة فيه وليس من السمات التي تميز مملكة الحيوان وفي نفس الوقت السمات دي ترى لها يكون موجودة فيه مش موجودة فين في مملكة مين الحيوان ايه اللي قدامنا ده؟ طبعا ده حيوان الاسفنج تعالى نشوف الاختيارات رقم ألف غير ذاتي التغذية الكائن ده فعلا غير ذاتي التغذية تمام؟ بس دي طبعا من السمات اللي هي تميز مين اللي هي مملكة الحيوان احنا عارفين الحيوانات بيكون غير ذاتي التغذية فإذا ما فعش اختارها رقم بيه؟ ليس له جدر خلوية الكائن ده ما عندهش جدر خلوي تمام؟ بس دي برضك من السمات اللي هي تميز مين اللي هي مملكة الحيوان اللي احنا عارفين طبعا اللي هي جدر خلوية موجودة فيه اللي هي مملكة مين النبات وبالتالي ده كمان ما فعش اختاره رقم جيم. غير متحرك. طبعا دل لو احنا نختاره. طبعا دية صفة تميز مين اللي هو ايه? الاسفنج. انه هو غير متحرك لانه بعيش على ايه? على الصخور. ودية في نفس الوقت صفة دية انه اه من السمات التي ليست تميز مملكة الحيوان نحن عارفين طبعا الحيوانات ايه بتتحرك? وبالتالي دية ايه اللي ان احنا نختارها. رقم دل. متعدد اللي هو الخلايا. كان ده فعلا متعدد الخلايا بس ديه طبعا ديات من اللي هي السمات اللي هي بتميز مملكة مين اللي هو اي الحيوان ما نفعش ايه اختارها. اي مما يلي يمثل كائن حي غير ذاتي التغذية ويحتوي على جدار خلوي. يبا احنا دلوقتي عاوزين حاجتين. اول حاجة غير ذاتي ايه التغذية. والحاجة التانية يحتوي على مين على جدار ايه خلوي. اول حاجة اللي هو الزنبق. الزنبق ده بيتبع مملكة مين النبات. يعني معنا كده انه ذات ايه التغذية علشان بيحتوي علىها بالاستداد خضرة. وكمان عنده جدار خلوي يتكون من السلوليز ما نفعش اختاره. رقم بيه? الخميرة. الخميرة بيكون كائن حي غير ذاتي التغذية. تمام? وفي نفس الوقت هنا عنده جدار خلوي بيدخل في تركيبه اللي هو القيتين. في اذا ده اللي احنا نختاره. طب رقم جيم. الاسفنج. الاسفنج كائن حي غير ذاتي التغذية. بس ليس له ايه? ما عندهش ايه? ما عندهش جدار خلوي. وهنا بقول ايه? يحتوي على مين? احنا محتاجين حيوان يحتوي على مين? على على جدار خلوي. ده اصلا ما عندهش ايه? جدار ايه? خلوي ما نفعش اختاره. ده فعلا غير ذاتي التغذية. بس ايه? ما عندهش جدار خلوي. رقم دال. النستق طبعا ده كائن ذاتي التغذية. ويه عنده جدار خلوي بيخلو من اللوة السلولوز او البكتين ما نفعش اختاره. اي مما يلي لا يتقاصر بالجراسيم. عاوزين حاجة? لا تتقاصر بالجراسيم. اول حاجة. الفطرات اللي هي الزقية طبعا دي بتحتوي الجراسيم. الجراسيم موجودة فيها داخل مين? اكياس جرسومية ما نفعش اختارها. السرخاصيات دي بتتقاصر لها جنسيا عن طريق اللي هي الجراسيم اللي هي موجودة فيه تركيب خاصة على السطح السفلي اللي هي الاوراق. رقم جيم. الجرسوميات. دي بتنتج اطوار بسمية اللي هي الاطوار اللي هي الجرسومية. زي اللي هو اللي هو بيتطفل على الانسان. وبيسبب له مرض مين? الملاريا. الاسفنجية طبعا دي اللي احنا نختارها علشان التقاصر فيها بيكون جنس عن طريق الامشاج او لا جنس عن طريق التبرعم والتجدد يعني مفيش ايه مفيش جراسيم. اي الكينات الحية التالية يحتوي جسمه على تجويف وعائي معادي. تجويف وعائي معادي. اول حاجة اول صورة قدامنا اللي هو مين؟ نجم البحر. الجسم ازا ما احنا عارفين هنا غير مقسم. اه ما عندهش طرف اللي هو امامي او خلفي طبعا هنا ما عندهش مين تجويف وعائي معادي مفيش اختاره. رقم بيه اللي هو عبارة عن شقائق اللي هو النعمان. طبعا ده بيحتوي على مين على تجويف اللي هو اه وعائي معادي. تمام? وبالتالي ده الصح بنسبنا. رقم جيم اللي هو الاسفنج. وطبعا ده بيكون التركيب بتاعه بسيط التركيب مجوف. وعند هنا الجدار بتاعه بيكون مدعم بهيكل من اللي هي الشويكات او الالياف او هما الاتنين مع بعض. وده بيحتوي على كسير من الصقوب او القنوات عشان كده بيسميها بالاسفنجيات. طبعا ده ما عندهش ايه تجويف وعائي معادي. هنيجي الرقم ده اللي هو البراميسيوم وده بيحتوي على اللي هو ميزاب ما يسمي اللي هو الميزاب اللي هو ايه الفمي. طبعا ده ما عندهش تجويف وعائي معادي. يبقى كده الصح اللي هو رقم بيه. ايه الحيوانات التالية يتميز جسمه بتماثل شوعي ولا يحتوي على رأس. يبهنا عاوزين حاجتين. عنده تماثل شوعي. وفي نفس الوقت هيه ما عندهش ايه رأس. اول حاجة اللي هو خيار اللي هو البحر. خيار البحر ما عندهش تماثل شوعي. وفي نفس الوقت كمان ما عندهش ايه رأس. لان طبعا ده ليس له طرف امامي او ايه او خلفي. ما نفعش اختاره. قنفز اللي هو البحر نفس الكلام. اه ما عندهش اللي هو تماثل شوعي. ما عندهش ايه رأس. لان هنا ما عندهش طرف امامي او ايه او خلفي. رقم جيم اللي هو أنديل اللي هو البحر طبعا ده الصح عندنا علشان أنديل البحر ده عنده آآ تماثل شوعي وفي نفس الوقت هنا عنده اللي هو فم والفم ده بيكون محاط بزوائد وامتدادات بيسميها اللي هي اللوامس. رقم دال نجم البحر. ده ما عندهش اللي هو تماثل شوعي ولا يحتوي كمان على ايه على رأس اللي أنا لاس له ايه طرف امامي او طرف ايه اللي هو خلفي. ايه الكائنات الحقيقة تالية لا يسبب امراض للانسان. عاوزين حاجة لا تسبب امراض للانسان. اول حاجة اللي هي الديدان اللي هي الشريطية. طبعا دي بتسبب امراض لايه للانسان زي الم فيه اللي هو البطن والتهاب اللي هي فيه الامعاء والاسهال فاذا دي من فاحش اختارها. البلازموديوم طبعا ده بتطفل على الانسان ويسبب له مرض اللي هو المالاريا. ديدان اللي هو العلق اللي هو الطبي طبعا دي بتعيش متطفلة خارجيا وطبعا دي لا تسبب اللي هو ايه? امراض لايه? للانسان فاذا هنختارها? ابادية الاجابة. الترايب النصومة طبعا ده بيتطفل على الانسان وهي يسبب له مرض ايه? النوم وبالتالي ما فحش اختاره. اي مما يلي من اوجه التشابه بين الكائن سين والكائن صاد. سين اللي قدامنا ده عبارة عن اللي هي دودة اللي هي الاسكارس. صد ده عبارة عن اللي هي دودة اللي هي العلق الطبي. عاوزين هنا وجه تشابه بينهم هما الاتنين. رقم آلف اللي هو تركيب اللي هو الجسم. طب الجسم هنا زي ما احنا شايفين الجسم هنا استواني بيكون مدبب من اللي هو الطرفين. والجسم هنا بيكون غير مقسم لقطع. وعند هنا بيتكون من اللي هي تلات طبقات وبيكون هنا فيه اللي هو تماسل جانبي. بالنسبة للحاجة التانية اللي هي دودة اللي هي العلقة اللي هي الطبي. الجسم هنا بيكون مقسم الى حلقات. مقسم الى حلقات. وبيكون هنا فيه اشوك مدفونة بالجلد عشان تساعد على ايه على الحركة فاذا هنا بالنسبة لنا ما ينفعش اختار مين اللي هو تركيب جسم الاتنين من الشكل بعض رقم بيه الشعبة التي ينتميان اليها طب عندنا اول حاجة اللي هو الاسكارس ده بيتبع شعبة مين الديدان الاسطونية اللي هي الخيطية اما اللي هو دودة اللي هي العلاق الطيب بتاتبع اللي هي الشعبة اللي هي الديدان الحلقية يعني الاتنين من الشكل بعض طول الجسم زا ما احنا شايفين هنا الجسم هيكون اطول من هنا لان هنا الاطول بتاعت اللي هي ديدان الاسكارز بيكون منها المجهري الى ما يقرب ايه من اللواء طول بيصل الى حوالي متر. انما طبعا ده طول بتاعتها هيكون ايه اقل في الطول. فالتالي ده كمان فعش اختاره. ووجود نواة حقيقية طبعا ده اللي احنا نختارها علشان هنا النواة اللي هي حقيقية النواة هنا ايه حقيقية النواة هنا في الاتنين هكون المادة الورصية محاطة بيه اللواء غلاف ايه نواوي. اي مما يلي لا ينطبق على ديدان الارض لا تنطبق على مين على ديدان الارض يعني فيه حاجة غلط. تعال ندور عليها اول حاجة اللي هي متطفلة هل ديدان الارض متطفلة طبعا لا. وبالتالي ده اللي احنا نختارها. علشان ديدان الارض بتعيش اللي هي حرة المعيشة بتعيش فيه انفاء داخل اللي هي الطربة علشان تعمل على تهوياتها وزيادة ايه الخصوبة بتاعتها زيادة تماثل جانبي والجلد ركيك ورطب كل ده بينطبق عليها. خلي بالنا الكلام ده صح وده صح كمان. والجسم مقسم الى ايه? الى اللي هي حلقات ويتحتوي على ايه? على اشواج بكل مدفونة ايه? في اللي هي الجلد عشان تساعد على الحركة كل كلام ده صح. الوحيدة الغلطة اللي هي اول حاجة عندنا اي مما ياتي تتشابه فيه دودة البلنارية مع دودة اللي هي العلق الطب يعاوزين تشابه بينهم هما الاتنين اول حاجة اللي هو الجسم مقسم الى حلقات طب عندنا فيه اللي هي الدودة ديت انه الجسم غير مقسم وبيتكون من ثلاث طبقات. طب هنا بالنسبة للدودة ديت. هنا الجسم هنا بيكون مقسم الى حلقات يعني الاتنين من الشكلة بعد ما فيه اخطرها. رقم بيه? الجسم يحمل اشواج طب اول دودة عندنا اللي هي البلنارية طبعا هنا ما فيش اشواج الدودة اللي هي العلق اللي هي الطبي هنا بتحتوي على مين على اشواج بيكون مدفونة فيه اللي هي الجلد فيه معظم اللي هي تجد 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 ت الحلقية هما الاتنين من الشكل بعض يبقى كده الصح رقم جيم بالاستعانة بالشكل المقابل اي مما يلي يشير الى الحرف سين ده عبارة عن اللي هو الاسكارس وده اللي هي الدودة الشرطية وسينها ازا ما احنا شايفين مشترك بينهم هما الاتنين يعني عاوزين حاجة موجودة فيهم هما الاتنين اول حاجة اللي هو مين اللي هو شكل اللي هو الجسم الاسكارس بيكون شكل بتاعها بيكون استواني مدبئ بالطرفين وبيكون الجسم غير مقسم لقطع ويتكون من سلاس طبقات الدودة الشرطية بيكون الجسم مفلطح وبيتكون من تلات طبقات صحيح بس هنا الجسم اي مفلطح وقالنا جسم هنا ايه استواني يعني الاتنين من الشكل بعض تماثل اللي هو الجسم هنا الاسكارس بيكون فيها اللي هي الجسم بتاعها زيت تماثل جانبي هنا نفس الكلام عندها الجسم بتاعها زيت تماثل ايه جانبي فاذا انده صح بنت لها نختار رقم به عدم وجود رأس للجسم عندنا اول حاجة اللي هو الاسكارس هنا طبعا هنا مفيش رأس إنما هنا في الدودة الشرطية عن داي رأس فإذا ما فيهش اختار دي رقم دال اللي هو الجنس هنا بالنسبة للإسكارز بيكون وحيدة اللي هي الجنس أما بالنسبة اللي هي الدودة الشرطية بيكون معظمها خيناس والقليل منها بيكون وحيد الجنس فإذا الاتنين مش شكل بعض إذا علمت أن سين وصاد وعين تمثل سلاسة شعب لأديدان ومعيشتها حيث سين معظمة حر يبقى أول حاجة سين إيه؟ معظمة حر طبقا أنا الشعبة اللي احنا خدناها كان معظمة حر طبعا مين شعبة اللي هي أديدان الحلقية لو احنا فاكرين كان معظمة بيعيش حر في مياه اللي هي البحار أو المياه العزبة أو التربة الطينية اللي قليل منها كان بيتطفل زي دودة مين؟ دودة الأرض تمام؟ يبقى هنا اللي احنا بدأنا هنبدأ بإيه؟ بدودة الأرض بكده الإجابة احنا إيه؟ منتكلم في مين فيه اللي هي رقم جيم أول حاجة طيب نتعال نتأكد كده الحاجة الثانية عندنا اللي هو صاد صاد هنا بقول لي بعضها ايه؟ متطفل بعضها متطفل زي مين؟ زي اللي هي شعبة اللي هي الديدان الإستوانية اللي هي الخيطية كبتعيش بجميع اللي هي البيئات بعضها بيعيش حر في الماء أو في الطين في بعضها بيتطفع على الإنسان والله هو النبات والحيوان زي اللي هي دودة اللي هي الفلارية الفلارية واللي هي ومين اللي هو الإسكارس؟ فعندنا اللي هي الفلارية صح اول ايه الاسكرس ايه الصحي برضك في زي كده احنا شجلين الصحي في رقم جيم الحاجة الثالثة عندنا اللي هو مين اللي هو عين معظمها ايه متطفل اللي هي طبعا بتضم مين شعبة مين اللي هي الديدان المفلطحة كان معظمه متطفل على كائنين والقليل منها بيكون حر ايه المعيشة زي اللي هي ديدان اللي هي البنهارية وديدان اللي هي البلهاريسية وديدان اللي هي الشريطية طبعا هنا في الدودة ايه شريطية فأصبحت صحية كمان فكده اللي جابها الصحة اللي هي رقم مين رقم جيم أي الديدان التالية تختلف في نمط معيشاتها عن باقي الديدان أول حاجة اللي هي الدودة الكبدية دي بتعيش متطفلة دودة الإسكارس بتعيش متطفلة دودة البلهريس متطفلة إنما دودة الأرض اللي احنا نختارها علشان دي بتعيش حرة المعيشة لأنها بتعيش في أنفاء داخل التربة وبتعمل على تهوية اللي هي الأنفاء ديتنا وزيادة أي الخصوبة بتاعتها ما الذي نجده عند انتقالنا من شعبة الديدان المفلطحة إلى شعبة الديدان الإسطانية حتى نصل إلى شعبة الديدان الحلقية لو احنا فاكرين أول شعب عندنا اللي هي شعبة مين اللي هي الديدان مين اللي هي المفلطحة دي بيكون معظمها متطفل على كائنين والأولاي اللي منها بيكون حر المعيشة الشعبة الثانية اللي هي شعبة الديدان مين الأسطانية دي بيتعيش في جميع البيئات في بعضها بيكون حر المعيشة بتعيش في المياه أو في الطين وفي بعضها بيتطف على الإنسان والنبات والحيوان الشعبة الثالثة اللي هي شعبة مين اللي هي الديدان اللي هي الحلقية الشعبة ديتنا هم بيكون معظمها حر المعيشة في مياه اللي هي البحار او المياه العزبة او التربة الطينية والقليل منها بيه يتطفل ايه خارجيا تعال نشوف الاختئرات رقم الف اول حاجة بقولي التطفل بيزيد هو كده بيزيد ولا قل ده مفروض يقل فاصبح بالنسبة لنا ده يتغلق كده ده اول حاجة والمعيشة الحرة تقل هي مفروض تزيد ولا تقل ده مفروض تزيد فاصبح دي كمان غلط رقم بيه المعيشة الحرة تزيد ها صح ولا لا طبعا صح والتطفل ينعدم لا ومش ينعدم التطفل هنا اللي يحصل له هيقل رقم جيم المعيشة الحرة تزيد صح والتطفل يقل صح في زند الاختئر الصح رقم ديل التطفل يزيد لا ده مفروض يقل المعيشة الحرة تنعدم لا ده مفروض ايه تزيد فاصبح الصح رقم جيم الشكل المقابل يعبر عن نسبة الكائنات الحرة والمتطفلة في احدى شعب الديدان اي مما يأتي ينتمي لهذه الشعبة يا طرى الفلارية ولا الاسكارس ولا العلق الطبي ولا البلنارية ازا ما احنا شايفين هنا الكائنات اللي هي متطفلة نسبتها كبيرة جدا والكائنات الحرة نسبتها ايه ولاي لا معنى كده اللي هو قدامنا ده بيدل على مين بيدل على اللي هي شعبة اللي هي الديدان اللي هي المفلطحة زي اللي هي دودة مين اللي هي البلنارية وبالتالي نختار مين اللي هي رقم دال احنا قلنا اللي هي شعبة اللي هي الديدان اللي هي المفلطحة خلي بنا تمام عندنا فيه امثلة عليها زي مين زي اللي هي البناناريا وبالتالي نختار مين اللي هي رقم دال عند دراس الجسم احدى الديدان وجد ان الجسم به اشواك لا تظهر على سطح الجلد حدد اي الاشكال التالية يعبر عن نسبة الكائنات المتطفلة الى الكائنات الحرة في الشعبة التي تنتمي إليها هذه الدودة فلازم نعرف الأول الشعبة هو بيكلمني على مين دلوقتي هو بيكلمني هنا الجسم هنا بيحتوي على إيه أشواك مدفونة بالجلد وفي نفس الوقت هنا ما بتظهرش وكمان بتساعد على إيه على الحركة اللي وإحنا فاكرين الكلام ده كان موجود فيهين كان موجود في شعبة اللي هي ديدانة اللي هي الحلقية كان إن شعبة اللي هي ديدانة الحلقية كان بيعيش معظمها حر المعيشة خلي بنا في مياه اللي هي البحار أو اللي هي الطربة الطينية والقليل منها بيتطفل إيه خارجيا طيب هنا زي ما احنا شايفين رقم ألف هنا معظم هنا اللي هي الكائنات بيكون متطفلة ودية اللي هي بحرة المعيشة نسبتها وليلة طبعا ده بيكلمنا على مين على اللي هي شعبة مين اللي هي ديدانة اللي هي مفلطحة ما يفعش اختارها الرقم بيه عند هنا تقريبا نصر الكائنات بيكون حر المعيشة والنصر التاني بيكون كائنات اللي هي متطفلة طبعا ده بينطمك على مين على الله هي شعبة مين الله هي الديدان الله هي الحلقية طبعا ده اللي بينطبق عليها بيكون هنا معظمها بيكون حر المعيش والأولئي منها بيكون إيه اللي هو متطفل رقم ده Wayogen هي رسومات الميانية التالية يعبر عن تغير عدد الكائنات الحرة عند انتقالنا في التصنيف الحديث عبر الشعب السلاسة الموضحة في الرسومات. من الدين هنا عدد اللي هي كائنات الحرة ومن الدين هنا تلت شعب. اول حاجة اللي هي شعبة اللي هي الديدان المفلطحة. الشعبة التانية اللي هي الديدان الاستوانية. الشعبة التالت اللي هي الديدان مين الحلقية. طب اول شعبة اللي هي الديدان مين اللي هي مفلطحة. لو احنا فاكرين كان معظمها متطفل على كائنين اللي قليل منها بيكون حر اللي هو المعيشة. الشعبة التانية اللي هي مين اللي هي الديدان اللي هي الاستغنية دي دي كان بيتعيش فيه جميع البيئات كان فيه بعضها حر بيعيش فيه اللي هي المية او في الطين وفيه بعضها بيتطفل على الانسان او النبات او اللي هو الحيوان الشعوبة الثالثة اللي هي دي دان مين اللي هي الحلقية ودي كان معظمها بيعيش حر ايه حر المعيشة في مياه اللي هي البحار او اللي هي المياه العزبة او الطور بطينية والقليل منها كان بيتطفل ايه خارجيا طيب هنا زى ما احنا شايفين كده مفروض هنا اللي هو مدين هنا ايه? عدد اللي هي كانات من الحرة؟ عدد كانات الحرة المفروض اللي يحصل له مفروض يزداد معنا طب كده بدا يزيد بعد ذى إيقل تاني طب إيقل لي كده غلط هنا عمالي يقل لي معي له ده مفروض يزيد وبتالت دي أضغلط لأن دي اتعلقة عاكسية المفروض اختار علاقة cyber linking طبعا ديها تعلقة دي كمان غلط الصح عندنا رقم مين رقم دل زه ما احنا شايفين لماerman يتنقل من اللي هي الشعب الفتانية اللي بيحصل معي عدد اللي هي كانت الحرة ايه اللي بيحصل له عما أنت يزداد معي وطبعا ده الصح اللي احنا ما ندور عليه. مع المعيار الاساسي الذي اتمن من خلاله التمييز بين طواقف شعب شعبة مفصليات الارجل او الحاجة اللي هي الزوائد او الارجل المفصليه طبعا ده الصح عندنا. طب ليه? عندنا والله اللي هي طائفة اللي هي العنكبيات عندها اربعة ازواج منين من الارجل ايه المفصلية الطائفة تانية مثلا اللي هي الحشرات عندها كم عندها تلات ازواج منين من الارجل ايه المفصلية طائفة اللي هي متعددة الارجل عندها العديد من الارجل يبقى هنا في معيار بالنسبة لنا بنقدر نفرق بين اللي هي الطوافة اللي هي موجودة ايه عندنا وبالتالي ده الصح رقم بين اللي هي وسيلة التنفس طب عندنا اللي احنا فاكرين كانت اللي هي طائفة اللي هي القشريات كانت بتتنافس عن طريق الخياشيم. العنكبيات كان بتتنفس عن طريق اللي هي قصيبات الهوائية او الرئيات الكتابية. حشرات نفس الكلام. يعني هنا في حاجات مشترقة. متعددة الارجل بتتنفس عن طريق مين اللي هي قصيبات اللي هي الهوائية. والحشرات عن طريق اللي هي قصيبات مين اللي هي الهوائية. طالما هنا فيه كانت مشتركة في نفس الحاجة ما ينفعش اخد ده كمعيار بالنسبة لهنا عشان افرق بين اللي هي اي شعبة مين مفصليات الارجل. تركيب الجسم طب عندنا تركيب الجسم كان طائفة القشريات كان الجسم بتكون من منطقتين رأس صدر وبطن العنكبيات كانت بتتكون اللي هو الجسم من منطقتين برضا تكون رأس صدر وبطن يعني هنا في حاجات شكل بعضها الحشرات كانت مختلفة شوية عشان كان الجسم بتتكون من 3 مناطق رأس وصدر وبطن متعددة للارجل كان بتتكون من منطقتين رأس وچزع يمعنا كده ان في اكتر من طائفة تتكون من منطقتين اللي هي سواء اللي هي طائفة القشريات وطائفة اللي هي العنكبيات وطائفة مين متعددة الارجل فإذا ده ما فيحش ناخده ايه كمعيار ايه نفرق بينهم رقم دال نوع اللي هو العيون ده كمان بالنسبة لنا ما ينفعش طب ليه علشان القشريات عندها عيون مركبة عندنا كمان اللي هي الحشرات عندها ايه عيون ايه مركبة يعني هم الاتنين شكلة بعض فإذا ما فيحش نفرق بينهم كده. العنكبيات كان عندها عيون بسيطة انما عندنا قشريات وحشرات العيون فيهم ايه بيكون مركبة. فيزن ده كمان ما ينفعش. اي مما يلي يمكن عن طريقه التمييز بين الرعاش والفراش. عايزين نفرق بين الرعاش والفراش? اول حاجة اللي هو النوع العيون. طب عندنا هنا اللي هو الرعاش عندها زوج من اللي هي العيون المركبة. طب الفراش نفس الكلام عندها زوج من العيون المركبة عشان هما اللي تنم يتبعوا من الحشرات طائفة الحشرات في اذا ما ينفعش عدد الاجنحة طب ما هما الاتنين عندهم زوجان من الاجنحة ما ينفعش اختارها رقم جيم شكل الاجنحة عندنا هنا بالنسبة ليه اللي هو الرعاش الاجنحة هنا بيكون شفافة الفراشة بيكون عندها اجنحة مغطاة بحراشيف يعني هنا فيه فرق بينهم وبالتالي نختار ده رقم ديل وجود قرون الاستشعار طب هما الاتنين عندهم ايه زوج من قرون الاستشعار ما ينفعش اختار ده اي مما يلي تتميز به الزبابة عن البعوضة. عاوزين حاجة موجودة في الزبابة المنزلية? وفي نفس الوقت مش موجودة فين في اللي هي ايه? البعوضة. اول حاجة تحمل زوج واحد من الاجنحة. طب ما هنا في زوجة واحد من الاجنحة? وانا في زوجة واحد من ايه من الاجنحة? يا زندين هنا مفيش فرق. رقم به. تحمل عيون مركبة. عندنا اللي هي الزبابة عندها زوج من العيون المركبة? تمام? وعند البعوضة عندها زوج من العيون المركبة عشان هما اللي تنين يتبعوا مين طائفية الحشرات مفعش اختار ده ارجو لها اطول من جسمه احنا عاوزين خلبنا حاجة تفرق الزبابة عن مين عن البعوضة ارجو لها اطول من جسمها هل الكلام ده صح لا ده مفروض مين احنا الكلام ده لو كان بيقول لي ايه الموجود في البعوضة ومش موجود فين في الزبابة ويتالى مفعش اختار ده رقم دال ارجو لها اقسر من جسمها طبعا ده الصح عندنا بين أم 44 والجرادة عاوزين هنا وجه إيه؟ وجه تشابه خلي بالنا. أول حاجة عدد مناطق الجسم. طب هنا فيه اللي هي أول حاجة اللي هي أم 44 عندها منطقتين منطقة الرأس ومنطقة الجزع الجرادة عندها هنا ثلاث مناطق. منطقة الرأس والصدر والبطن. هل كده شكل بعض؟ طبعا لا عدد الأرجل أم 44 عندها العديد من الأرجل. الجرادة عندها ثلاث أزواج من الأرجل المفصلية. هل اتنين شكل بعض؟ طبعا لا. وسيلة التنفس التنفس هنا بيتم عن طريقة قصيبات الهوائية التنفس هنا بيتم عن طريقة القصيبات الهوائية هما الاتنين شكل بعضة فإذا دي كده الإجابة رقم ده العين البسيطة والله أم 44 البصر بيكون عندها ضعيف وبتحصل هنا على اللي هي الفرائز بتاعتها عن طريقة اللي هي اللامس ولي هي حاسة اللي هي الشم يعني هنا تعتبر عندها عيون ايه بسيطة إنما الجرادة عندها ايه زوج من العيون ايه المركبة في ذلك ده ما ينفعش ايه اختاره لان ده مش واجه ايه مش واجه تشابه ادرس الكينات التالية ثم اجب اول صورة دي عبارة عن الانكبوت الصورة التانية ده عبارة عن الصرصور الصورة التالتة ده عبارة عن البرغوس وده اللوة الجرادة فبول هنا ما الكائن المختلف تصنيفيا في الصور طبعا هنختار مين هنختار اللوة رقم واحد اللوة اللي جاي برقم الف طب ليه ده احنا قلنا ده عبارة عن مين عبارة عن اللوة الانكبوت عرفنا منين اده واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى هنا فيه اربع ارجل والآن هنا فيه اربع ارجل يعني عنده هنا اربع ازواج من الارجل ايه المفصلية انما الباقي ده لو احنا عدناه ما لايه عنده اللي هو تلات ازواج من ايه من الارجل ايه اللي هي المفصلية علشان الباقي ده عبارة عن حشرات انما ده بياد دعمين اللي هو ايه الانكبيات ما الطائفة التي ينتمي اليها الكائن مختلف ما احنا لسه بنقول احنا قولنا بيدة عن مين طائفة مين اللي هي العنكبيات علشان عنده اللي هو أربع أزواج من الأرجل المفصلية إنما طبعا حشراته غلط عشان دي بيكون عندها ثلاث أزواج من أرجل المفصلية فالشريط غلط متعددة الأرجل عشان بيكون عندها العديد من الأرجل برضك ايه غلط ادرس الكائنين المقابلين مع المجموعة التصنيفية التي يشترك فيها الكائنين ايه اللي قدامنا ده؟ ده عبارة عن مكابوريا طب ايه ده؟ واربعين. احنا دلوقتي عاوزين هنا مجموعة تصنافية اللي هي موجودين فيها هم الاتنين ومشتركين فيها هم الاتنين. اول حاجة اللي هي الردبة. احنا عارفين الاول اللي هو الكابوريا ده. بيدع اللي هو مملكة مين اللي هو الحيوان. شعبة اللي هي مفصليات اللي هي الارجل. طائفة اللي هي القشريات. اما اللي هو الحاجة التانية اللي هي ام اربعة واربعين. دي اتعبار عن مملكة الحيوان. شعبة اللي هي مفصليات اللي هي الأرجل طائفة اللي هي متعددة اللي هي الأرجل يعني معناه كده الإجابة الربية طبعاً يكون غلط الشعبة طبعاً صح عشان هما الاتنين مشتركين في الشعبة اللي هي مفصليات اللي هي الأرجل الطائفة طبعاً غلط علشان أن اللي هو الكابورية بيتبع طائفة اللي هي القشريات أما اللي هو أما اللي هي أما 44 بتهتبع طائفة مين متعددة إيه الأرجل تحت الطائفة غلط الأشكال التالية توضح سلاسة كائنات حية لا فقارية ادرسة ثم اجب اول صورة قدامنا دي اتعبارة عن الزباب المنزلية الصورة التانية دي اتعبارة عن العنكبوت الصورة التالتة دي اتعبارة عن ام اربعة واربعين في بول هنا فيما تشترك الكائنات سين واصاد وعين عايزين هم التلاتة ايطار مشتركين في ايه اول حاجة اللي هي عدد مناطق الجسم طب هنا بالنسبة اللي هي الزباب المنزلية عندها تلات مناطق في الجسم اول حاجة اللي هي منطقة الصدر المنطقة الثالثة اللي هي منطقة مين اللي هي البطن طب هنا في كم منطقة هنا في منطقتين بس منطقة اللي هي رأس صدر ومنطقة اللي هي ايه البطن بالنسبة ليه اللي هي هم اربعة واربعين عندها هنا في منطقتين بس منطقة اللي هي الرأس ومنطقة مين اللي هو ايه الجزع وبالتالي منفعش اختار ده علشان احنا عوزين حاجة وهم التلاتة مشاركين فيها رقم به نوع العيون طب هنا العيون هنا هكون مركبة العيون هنا يكون ايه بسيطة العيون هنا هكون بسيطة والنظر هنا بيكون ايه طعيف اذا ده كمان منفعش اختاره التقاصر الليه جنسي طب هنا التقاصر بيكون جنسي هما التلاتة بيكون فيهم التقاصر ايه جنسي فاذا ده كمان منفعش اختاره رقم دل بوجود هيكل خارجي طبعا ده اللي احنا نختاره علشان ده طبعا هما التلاتة عندهم ايه هيكل ايه هيكل خارجي تمام علشان هما التلاتة بيتبعوا مين الشعبت اللي هي مفصلات مين اللي هي الارجل وطبعا دي بتتميز بوجود هيكل اي خارجي اي مما يلي يعتبر وجه تشابه بين الكائن سين والكائن صاد اللي هي الزباب المنزلية والحاجة التانية اللي هو مين اللي هو الانكبوت عزين تشابه بينهم هما الاتنين اول حاجة عدد الزوائد المفصلية عدد الزوائد المفصلية طب عندنا هنا في عندها تلات ارجل من الارجل المفصلية هنا في كان فيه اربع ازواج من الرجل المفصلية هل اتنين شكل بعض طبعا لا رقم بين نوع العيون العين هنا مركبة العين هنا ايه بسيطة اذا ده كمان ما ينفعش عدد مناطق الجسم الجسم هنا فيه تلات مناطق منطقة اللي هي الرأس ومنطقة الصدر ومنطقة اللي هي البطن هنا فيه منطقتين بس منطقة اللي هي الرأس صدر ومنطقة مين البطن فاذا ده كمان ما ينفعش رقم دل تقسيم الجسم الى عقل طبعا ده اللي احنا نختاره طبعا الجسم هنا مقسم إلى عقل والجسم هنا مقسم إلى إيه؟ إلى عقل من الشكل المقابل يجيب عما يأتي إلى أي مما يلي ينتمي هذا الكائن إيه اللي قدامنا ده؟ ده عبرنا العقرب تمام؟ والعقرب إذ وإحنا عارفين بيكون عنده اللي هو أربع أزواج من الأرجل المفصلية طالما عنده أربع أزواج من الأرجل المفصلية يعني معناه كده هينتمل مين للقشريات طبعا لا هينتمل مين nee اللي هو العنكبيات ده صلح عندنا إنهم الحشرات ما فيهاش اختاره علشان دي لكت عندها تلت أزواج من الأرجو المفصلية الرخويات غلط يبقى الصح رقم بي أي من ما يلي يميز هذا الكائن عن كائنات تواقف شعبته الكائن اللي هو مين اللي هو العقرب رقم الف جسمه يتكون من منطقتين احنا عارفين ان العقرب يتكون من منطقتين اول منطقة اللي هي منطقة اللي هي الرأس صدر وهو المنطقة تانية اللي هي منطقة مين اللي هو البطن طب هل هو الوحيد في الشعب اللي بتكون من منطقتين طب ما فيه عندنا اللي هي طائفة اللي هي القشريات تتكون من منطقتين منطقة اللي هي الرأس صدر summarilly مطني يعني زيه كمان فيه طائفة اللي هي متعددة اللي هي الارجل تتكون من منطقتين اللي هي منطقة الرأس ومنطقة مين الجزء جفازا ما فيحش اختار الاختيار ده رقم وبين لقى عيون مركبة طبعا العيون عنده ايه بيكون بسيطة اصلا ولست مركبة رقم جيم يغطيها هيكل خارجي طبعا احنا عارفين كل الشعبة اللي هي مفصليات اللي هي الارجل بيغطيها ايه هيكل خارجي في اذا انه كمان مفعش اختاره رقم دال له اربع ازواج من ارجل الماشية طبعا ده الصح اللي احنا ايه هنختاره طبعا دال اللي بيميز اللي هو الكائن ده عن كائنات مين اللي هي توافق ايه الشعبة ايه بتاعته يعني مثلا عندنا اللي هي الكشريات بيكون عندها العديد من الزواج اللي هي المفصلية عندنا اللي هي الحشرات بيكون عندها ثلاث أزواج من اللي هي الأرجل المفصلية عندنا اللي هي طائفة اللي هي متعددة الأرجل بيكون عندها اللي هي العديد من الأرجل إنما اللي عنده أربع أزواج فقط من الأرجل اللي هو مين اللي هو العقرب اللي هو قدامنا في الصورة أشتكلم مقابل يوضح كائن حي إدرس الصفات المرفولوجية اللي هي خارجية يعني له ثم أجب إلى أي طائفة ينتمي هذا الكائن الحي تعالي نعدي أخذ الأرجل بتاعته واحد اتنين تلاتة اليوم بتنا فيه تلاتة يعني هنا عنده ايه ستة ارجل طالما ستة ارجل معنا كده اللي قدامنا ده بيتبع طائفة مين الحشرات حتى لو انا مش عارف اسمه مشيفري معنا فهنا بقول لهنا اللي اي طائفة ينتمي هذا الكائن الحي يترك الشيط طبعا غلط احنا لسا يلين قلنا يتبع مين يتبع اللي هو ايه الحشرات علشان عنده ايه عنده تلات ازواج من اللي هو الارجل اللي هو المفصلية انكبيات احنا لانكبيات عندها ايه اربع ازواج من الارجل مفصلية متعددة الارجل بيكون عندها العديد من الارجل ايه المفصلية ايه مما يالي يستخدم لتحديد الطائفة التي ينتمي الي هذا الكائن احنا لان كان ده بيتبع طائفة مين طائفة اللي هو الحشرات هنا عشان نحدد الطائفة يا طرح هنستخدم ايه ماء من اللي هو هيقول لي عنه ده رقم الاف وجود هيكل خارجي طبما ال humiliكل الخارجي ده موجود في اللي هي كل الشعبة وبالتالي ده ما نفحش من نسبنا شعبك مفصلة الأرجل كلها رقم B نوع العيون نوع العيون طبعاً دي ما ينفعش أفرأ بيها لأن العيون هنا يكون في الكشريات والحشرات يكون مركبة وبالتالي ما ينفعش أختارها عدد الأرجل طبعاً دا اللي احنا نختاره علشان الحشرات بتحتوي على ثلاث أزواج من الأرجل مين المفصلية رقم D وسيلة اللي هي التنفس برضاً ما ينفعش هنا أفرأ بيها لأن الحشرات وطائفة اللي هي متعددة اللي هي الأرجل بتتنافس عن طريق مين اللي هي القصيبات اللي هي الهوائية يبا كده الصحة رقم جي ادرس الكائنين المقابلين ثم اجب اول صورة اذا ما احنا شايفين ده عبارة عن الجنباري الحاجة التانية ده عبارة مين عن ام اربعة واربعين فابولي هنا اي مبيالي يمثل وجه اختلاف بين الكائنين عاوزين اختلاف بينهم اول حاجة عدد مناطق اللي هو الجسم عند الجنباري بيتكون من منطقتين منطقة اللي هي الرأس الصدر ومنطقة مين اللي هي البطن ام اربعة واربعين متتكوم من منطقتين منطقة اللي هي الرأس ومنطقة الجزء يعني هنا في منطقتين هنا في اتنين وبالتالي ما فيحش اختار ده نوع اللي هو الارجل الارجل هنا مفصلية الارجل هنا اي مفصلية ما فيحش اختارها طريقة التنفس التنفس هنا بيتم عن طريق الخيشين التنفس هنا بيتم عن طريق اللي هي القصيبات الهوائية يبقى فيه اختلاف ولا لا طبعا فيه اختلاف وبالتالي دي اياتي الاجابة مكان الهيكل الهيكل هنا يكون خارجي الهيكل هنا يكون خارجي فيه زنده ما هنم ينفعش أي مما يلي يمثل وجه تشابه بين الكائنين المرات يريدون أن يتشابه تمام؟ بين الجنباري وبين أم 440 فهنا بقول الأول حاجة عدد عقل الجسم طب عندي هنا العقل هنا بيكون عدد أقل هنا العدد هيكون عدده أكبر وبالتالي ما ينفعش اختاره عشان عاوزين تشابه رقم به الشعبة التي ينتميان إليها ده بيتبع شعبة مين اللي هي مفصلات الأرجل ده بيتبع شعبة مين مفصلات الأرجل يعني هما الاثنين زي بعض وبالتالي نختار اللي جبادية الطائفة التي ينتميان إليها عندنا ده بيتبع طائفة مين اللي هي القشريات طب ده بيتبع طائفة مين متعددة الأرجل هل اثنين زي بعض؟ طبعا لا عدد الزوائد التي يحملها الجسم عندنا طبعا اللواء الجنباري بيكون عنده اللواء العديد من اللواء الزوائد اللواء المفصلية وبالتالي ده كمان ما ينفعش معنا هدرس الجدول المقابل أي مما يأتي قد يمثل الكائنات ألف وبي وجيم على الترتيب تعالوا بص على شكل كده عند ده اللوهر كان الحقي ألف وبي وجيم وعند هنا ألف هنا الصفحة اللوهر بتميزه طبعا كل ده بيتبع من اللي هي مملكة الحيوانية فعند ألف هنا الفم يقع فيه السطح الفمي في السطح الفمي الفم يقع فيه السطح الفمي لو احنا فاكرين ودرات بيكلمنا على مين يقلمنا على شعبة اللي هي شوكيات اللي هي الجلد الجانب اللي كان موجود في الفم كنت بساميه اللي هو السطح الفمي السطح ايه الفمي والجانب التاني كنت بساميه اللي هو الجانب اللا فمي زي مين زي نجم البحر زي انفض البحر زي خيار البحر هنا لما يقول الاسفنج طبعا ده هيكون غلط كده يبقى كده ألف كده من نسبة لنا غلط وانفض البحر طبعا صح نجم البحر اللي هو هيكون صح القوقع الصحراوي غالق ده بالنسبة لنا ده هو الحاجة الحاجة التانية عندنا يبدأ كده إجابة غالط الحاجة التانية اللي هو مين اللي هو الكائن اللي هو الابه ده بيقول لي به عضو يوجب اللسان مزود بالأسنان بيكلمني على مين بيكلمني على شعبة اللي هي الرخويات كان فيها عضو يوجب اللسان كان بيحمل اللي هي صفوف من الأسنان كنت بسمين اللي هو السفت أو بسمين اللي هو المفتات وكان ده بيستهدم فيه التخزية زي الاختبوت زي المحار زي الكوقع اختبوط محار الكوقع الصحاري которой صح Rogue Engineer vandaag غلط تمام يبدأ بالنسبة مين الكائن مين اللي هو به الكائن جيم عندنا به فم محاط بزواد وامتدادات طب بيكلمني على مين بيكلمني على شابة اللي هو اللاسعات لأن عندها فم بيكون محاط بزواد وامتدادات بنسميها ايه اللوامس زي الهيدرة زي الهيدرة وزي اللي هو اندل البحر اندل البحر ambiente صح هو إياهShello وكمان اللهم ما نشاعر packs ايه النعمان دية صح إنما طبعا البايه هنا ده غلط عندنا في أصبحة الأبراة غلط علياس فينج اي و interestinglyه غلط النجم الل اللي هو البحر طبعا ده نحنا قلنا عليه إيobttر إياه غلط العبراة ديتا خلاص يبدو كده اللي فيه تلاتة صح هو الرقم مين ورقم جيم عندنا نجم البحر اللي هو الاختبوط والله هو انديل البحر نجم البحر ده عندنا بيمثل اللي هو الشعبة اللي هي شوكيات الجلد اللي اختبوت ده بيمثل شعبة الرخويات أندير البحر ده بيمثل مين شعبة إيه اللي هو اللاسعاد هاي العبارات التالية لا تنطبق على القوقع الصحراوي يعني فيه حاجة غلط أول حاجة جسمه رخوة مغطى بنسيق جلد يسمى البرنوس طبعاً دا كلام دا صح يحتوي جسمه على أصداف كالسية خارجية بردق صح يحتوي على عضو يشبه اللسان يحمل صفوف من الأسنان بردق صح يتحرك بوسطة الأزرع هل القوقع الصحراوي بيتحرك عن طريق الأزرع طبعاً الكلام دا غلط وبالتالي دا لحنا نختار مين رقم إيه رقم دا هل طبعاً دا بيكون عنده الجسم طبعاً هنا بيكون غير مقصم لقطع خليبان بيكون عنده جزء عضلي بيستخدمه في الحركة بيسميه اللوائي القدم أي الصفات التالية يشترك فيها كل من القوقع وخيار البحر أحنا عاوزين همه cigarette اشتركين مشتركين في حاجة فأول حاجة اللي هو مكان الهيكل طب الهيكل هنا يكون ايه؟ هيكل خارجي طب الهيكل هنا في خيار البحر بيكون هيكل داخلي صلب في إذاً دا ما نفعش رقم بيه؟ عدم وجود الرأس عندنا أول حاجة اللي هو مين اللي هو القوقع القوقع بيكون عنده رأس والرأس دا نامي بيحمل اللي هو أعضاء اللي هو الإحساس خيار البحر معندوش ايه رأس فهذا ده ما فعش اختاره احنا عايزين هما الاتنين مشتركين في حاجة رقم جين الجسم غير مقسم طبعا ده اللي احنا نختاره الجسم هنا فعلا غير مقسم وبردك الجسم هنا ايه غير مقسم فاصبح ده الصح رقم دال شكل القدم طب عندنا اول حاجة اللي هو القوقع القوقع هنا الجسم لسه يلين غير مقسم وبيكون عنده جزء عضلي بيستهدم فيه اللي هو الحركة بسميه ايه القدم اما اللي هو اخيار البحر بيكون عنده تركيبات الشكل اللي هي الممصات بسمها اللي هي الأقدام الأنبوبية فإذا هنا شكل القدم مش شكل بعضهم اللي دين ما فعش اختاره أي مما يلي يميز الرخويات وشوكيات الجلد عاوزين حاجة تنتاز بها الرخويات وشوكيات الجلد أول حاجة اللي هي لها رأس طب عندنا أول حاجة اللي هي الرخويات الرخويات بيكون لها رأس نامي بيحمل اللي هي أعضاء من اللوء الإحساس إنما شوكيات الجلد ديت ليس لها رأس لأن ليس لها طرف أمامي أو طرف خالفي فإذا ما يفعش اختار ده زيته أجسام مقسمة الجسم بتاعها مقسم طب عندنا هنا اللي هي الرخويات بيكون الجسم بتاعها غير مقسم لقطع عند هنا اللي هي شوكيات اللي هي الجلد هنا بيكون الجسم غير مقسم إلى قطع بس هنا بنقول لهنا عاوز أي حاجة تميز الرخويات عمين عن اللي هي وشوكيات الجلد يعني حاجة أمتاز بيها هما الاثنين شكلة بعد ما يفعش اختارها رقم جين وحيدة اللي هي الجنس عندنا اللي هي بالنسبة لي اللي هي الرخويات بيكون اغلبة اللي هو وحيد الجنس والقليل منها بيكون خناس. اما اللي هي شوكيات اللي هي الجلد بيكون وحيدة الجنس ما انفعش اختار ده. رقم دال لها القدرة على الحركة طبعا اللي احنا نختارها. طب ليه? عندنا اللي هي الرخويات بيكون لها جزء عضلي بيستهدم للحركة بسميه اللي هو القدم. وشوكيات الجلد بيكون عندها الحركة بيتم عن طريق اللي هي عدة وسائل زي اللي هي الاقدام الامبوبية زي اللي هي الأشواج زي اللي هي إيه اللي هي الأزرع فإذن ديت هنا هو حاجة بتميز مين اللي هي الرخويات وشوقيات إيه الجلد اللي هي القدرة على إيه على اللي هي الحركة إنما طبعا اللي هي زاية اللي هي أجسام مقسمها عندنا فيه اللي هي كهنات تانية زي اللي هي ديدان مثلا اللي هي الحلقية إيه جسم بتاعها مقسمة ما فعش إيه أخطاره تمام وبالتالي هنا أفضل حاجة عندنا اللي هي رقم مين رقم دان أي مما يلي يمثل المعيار الأساسي فيه تصنيف نجم البحر ضن شوقيات الجلد أول حاجة اللي هو الجسم مقسم الجسم غير مقسم طبعا فين فيه اللي هو نجم البحر زا ما احنا عارفين وبالتالي ما فعش إخطار ده رقم بيه الهيكل داخلي الهيكل بيكون بتاعه هيكل داخلي صلب بس ده مش هو الأساس لأن فيه كهنات تانية بيكون عندها هيكل ايه داخلي رقم جيم الجدار بيه صفاح اللي هو كالسية طبعا ده اللي هو المعيار اللي احنا خدناه عشان صنع بيه نجم البحر ضن اللي هي شكويات الجلد تمام لأنه بيه امتاز بيه وجود انه قدار بتاعه بيحتوي على اشواك وكمان عنده ايه صفاح ايه كالسية رقم ده وحيد الجنس طبعا عندنا فيه كائنات تانية بيكون ايه وحيدة ايه الجنس فيه زا ما فعش اختار ده اي مما يلي له هيكل داخلي صلب ولا يصنف ضن الفقاريات اول حاجة اللي هو الديل اللي هو البحر طبعا ده بيتبع شعبة مين اللي هو اللاسعات وطبعا ده كائنات رخوة لايس لا هيكل داخلي او خارجي الهيدرة نفس الكلام تتبع شعبة اللاسعات كائنات رخوة لايس لا هيكل داخلي او خارجي نجم البحر طبعا ده اللي احنا نختاره علشان ده بيتبع شعبة اللي هي الشويكات والالياف او هما الاتنين ايه مع بعض اي مما يلي من اول اختلاف بين قنفز البحر وخيار البحر عادي اختلاف اول حاجة اللي هو مكان المعيشة طب ما ده اسمه قنفز البحر يعني بيعيش في البحر وده بيعيش في مين في البحر يعني هما الاتنين شكل بعضا ما يفعش اختاره رقم بينه وسيلة الحركة الاساسية طب عندنا اللي هو انفز البحر بتتحرك عن طريمين الاشواك الخيار البحر بتتحرك عن طريمين اللي هو الاقدام الانبوبية يبا هنا في اختلاف بيزن ديات الاجابة الجنس انفز البحر بيكون وحيد الجنس خيار البحر وحيد الجنس ما في حاجة اختاره نوع التقاصر عندهم الاتنين بتقاصر عن طريق اللي هو جنسيا بالامشاج ولا جنس عن طريمين اللي هو التجدل في حاجة ما في حاجة اختردها. اي الشعب التالية تتعدد فيها وسائل الحركة. اول حاجة اللي هي المسميات. طب ما ديها اصلا غير متحركة. ده بتعيش مسابات على مين على الصخور. الرخويات. بيكون عندها جزء عضلي بيستخدم للحركة بس اميل لو القدم. وعند شوكيات الجلد تتحرك عن طريق كزا حاجة. عندها اقدام امبوبية. عندها اشواك. عندها ازرع. يعني هنا فيه تعدد فين فيه وسائل الحركة وبالتالي نختردها. انما هناك فيه وسائلة واحدة بس اللي هي القدم. فعشان كده مفعش اختارها. اللاسعة. الفم هنا بيكون محاوض بزوائد وامتدادات اللي انا بسمعها اللي هي اللوامس اللي هي بتساعد على الصباحة فين فيها اللي هي المياة. يبقى الوحيد اللي هي عندها وسائل الحركة اللي هي مين شوكيات اللي هي الجلد. اي الكائنات الحقيقة التالية يعتبر من ارقل اللافقريات. اول حاجة اللي هو مين اللي هو الاختبوت. ده بيتبع مملكة الحيوان شعبة مين الرخوات. الحاجة التانية دودة اللي هي الارض. بتتبع مملكة اللي هو الحيوان شعبة اللي هي الديدان الحلقية. رقم جيم. الجنباري. ده بيتبع مملكة الحيوان شعبة مفصليات اللي هي الارجل. طائفة مين اللي هي القشريات. رقم دال. نجم البحر. بيتبع له مملكة الحيوان شعبة اللي هي شوكيات الجلد. مين ارقى حاجة هنا? طبع مين اللي هي شعبة اللي هي شوكيات الجلد اللي هي رقمين رقم دال اللي هو نجمئة البحر. تعال نحل مع بعض كده سيرة المقال او السؤال. من الشكل المقابل وضح وظيفة رقم واحد. رقم واحد دي بسميها خلايا لاسعة. وعندي دي بسميها اللي هي شويكات. وده عبارة عن اللي هو خيط. وده عبارة عن فريس اللي هو البراميسيوم. تمام? فعندي انا بقول لي وظيفة رقم واحد اللي هي الخلية اللاسعة. الوظيفة بتاعتها اول حاجة اللي هي الدفاع عن الجسم. الحاجة التانية استياد اللي هي مين? اللي هي الفرائس. حدد الشعبة التي ينتمي اليها كل من الكائنين رقم اتنين ورقم تلاتة. الرقم اتنين اللي هو مين? اللي هو البراميسيوم. البراميسيوم بينتمي الى شعبة مين? الاوليات الحيوانية. الرقم تلاتة اللي هو الهايدرة ده بينتمي الى شعبة اللاسعات رقم اتنين دودة الارض من الديدان النافعة ما مدى صحة العبارة مع التفسير طبعا عبارة صحيح طب ليه احنا عارفين ان اللي هي دودة الارض بتعيش فيه اللي هي ايه اللي هي انفاء اللي هي موجودة داخل اللي هي التربة بتعمل على اللي هي تهوية اللي هي الانفاء الحاجة التانية بتؤدي الى زيادة خصوبة اللي هي التربة ماذا يحدث فيه رقم واحد زيادة اعداد ديدان الارض داخل التربة احنا لسه هلين إن الديدان الأرض بتعيش فين داخل مين اللي هي أنفاء داخل مين التربة طبعا لما يزيد عددها إيه اللي يحصل هتؤدي إلى زيادة اللي هي مين تاويت التربة وزيادة إيه خصوبتها رقم اتنين عدم وجود أشواك مدفونة في جلد معظم الديدان الحلقية لو هي مش موجودة إيه اللي يحصل طبعا في الحالة دي تنها احنا عارفين طبعا إيه الأشواك دي تنها بتساعد على إيه على الحركة بالنسبة للديدان عدم وجودها هتؤدي إلى حركة اللي هي ديدان اللي هي إيه ببطء أو بصعوبة رقم اربعة يغطي جسم جميع مفصلات الأرجل بكشرة كلسية ما مدى صحة العبارة مع التفسير هالكلام ده صح طبعا كلام ده غلط عبارة إيه غير صحيحة احنا عارفين طبعا اللي هي طيفة اللي هي القشريات ودي بتعتبر اللي هي واحدة من اللي هي طواف اللي هي مفصلاتها اللي هي الأرجل هي اللي بيكون عندها إيه اللي هي كشرة إيه قيتينية وليس كشرة إيه كالسية تتشابه وظيفة التنفس في كل من سرطان البحر والبعود ما مدى صحة العبارة مع التفسير طب احنا لو احنا فاكرين اللي هو التنفس في أول حاجة عندنا اللي هو مين اللي هو سرطان اللي هو البحر طبعا العبارة دي هت الأول عبارة إيه غير صحيحة علشان اللي هو سرطان اللي هو البحر بيتنفس عن طريق مين عن طريق اللي هو الخياشيم علشان ده من القشريات أما اللي هو البعود اللي هو من اللي هو الحشرات ده بيتنفس عن طريق اللي هي القصيبات اللي هي ايه الهوائية فقوله العبارة ايه غير صحيحة تفسير للسائلين رقم 6 وجود زوجة من كورونا الاستشعار من المعايير الاساسية لتصنيف مفصليات الارجل هل هنا لما ده صنف اللي هي مفصليات الارجل بصنف على اساس اللي هي كورونا الاستشعار ما مادة صحة العبارة طبعا الكلام ده غلط عبارة ايه غير صحيحة تمام طب ليه علشان قرون الاستشعار ديت موجودة في اللي هي بعض الطواقف تمام مش كل الطواقف زي مثلا اللي هي طائفة اللي هي الحشرات موجودة فيها طب هل كل الطواقف موجودة في عندها طبعا لا العناكب مثلا مش موجودة عندها المعيار الاساسي هنا علشان نصنف اللي هي مفصلات اللي هي الأرجل اللي هي مين اللي هي عدد ايه عدده اللي هي الأرجل يعني مثلا الحشرات عندها اللي هي ثلاثة أزواج من الأرجل المفصلية العنكبيات عندها اللي هي أربع أزواج من الأرجل المفصلية عديدة الارجل عندها لعديد منين من الارجل ايه المفصلية يبقى المعيار اللي هو مين اللي هو عدد الارجل المفصلية ما المعيار التصنيفي الذي على اساسه تم تصنيف الكابوريا من مفصليات اللي هي ايه الارجل الكابوريا زي ما احنا عارفين الجسم عندها بيحمل اللي هو زوائد مفصلية زوائد ايه مفصلية طبعا دي بيكون لها عدة ايه وظائف والجسم عندها بيتكون من منطقتين اللي هي مطيط اللي هي رأس صدر والبط وكمان مغطاء بكشرة اللي هي كايتينية من الجدول المقابل حدد مثال لكل من الكائنين رقم ألف ورقم بيه الكائن رقم ألف هنا عنده دعامة والدعامة دي دعامة خارجية والمادة اللي هي دخلة في تركيبة اليمين اللي هو كالسيم طيب عاوزين مثال مثال زي ايه زي اللي هو المحار او اللي هو القواقع طب الحاجة التانية عندنا كائن التاني اللي هو بيه الحماية هنا بيكون خارجية يعني دعامة خارجية وعند هنا المادة اللي دخلة في تركيبة اللي هي الدعامة اللي هي مين مادة اللي هي القايتين ده زي مين زي اللي هو الجنبري او اللي هو الاستكوزة او اللي هو الكابورية قارن بين الكائنين ألف وبيه من حيث اول حاجة اللي هي تقسيم الجسم عندنا اول حاجة اللي هو المحار او اللي هو القواقع ده طبعا الجسم هنا بيكون غير مقسم الى قطع اما بالنسبة لي اللي هو الجنبري او الكابورية بيكون الجسم ايه مقسم الى الى عقل. الحاجة التانية اللي هو عضو الحركة. عندنا اول حاجة اللي هو المحارقة وقوقع هنا الحركة بتتم هنا عن طريق اللي هو جزء عضل بساميل اللي هو القدم. انما بالنسبة للجمباري الحركة هنا بتتم عن طريق اللي هي زوائد مفصلية ايه الحركة. الشكل المقابل يوضح زاكر دروسوفلة. زاكر دروسوفلة معنا كده بتكلم على مين على الحشرات. اكتب اسم الطائفة التي ينتمي اليها ما احنا لسايلين. الاسايلين دا ما ينتمي مين الحشرات يعني اقول له طائفة اليمين اللي هي الحشرات. علشان دا يحتوى على ثلاث ازواج منين من اروج letzte اللي هي المفصلية. موضحنا الصفات المرفولوجية التي جعلته ينتمي له زي الطائفة. لسا بنتكلم. بنقول عنده اللي هو ثلاث ازواج منين من الارجل اللي هي المفصلية. عنده اللي هو ايه زوجان من اللي هي الاجنحة. تمام؟ وهنا العيون زا ما احنا شايفين عيون مركبة عنده طبعا زوج من العيون اللي هي المركبة. عنده كمان اللي هي كورون ايه كورون اللي هي استشعار عند يزوج من اللي هي كورون ايه الاستشعار الجسم هنا متأسم الى ثلاث مناطق منطقة الرأس منطقة اللي هي الصدر منطقة مين اللي هو ايه البطن مواجه الاختلاف بين المفتات واللوى البرنس فعندنا اول حاجة اللوى المفتات ده عبارة عن عضو يوجبه اللسان وده موجود فيه اللوى معظم من الرخويات وطبعا الهمية بتاعته هنا بيستخدم فيه في عملية ايه التغزية اما اللوى البرنس ده عبارة عن نسيج اللوى الجلدي يغطي اللوى جسم مين اللوى الرخويات ادرس الشكلين المقابلين ثم حدد رقم واحد اوجه الشبا والاختلاف بين الكائنين رقم واحد ورقم اتنين رقم واحد ده عبارة عن اللوى العنكبوت رقم اتنين ده عبارة عن اللوى سرطان البحر او بسمية اللوى الكابوريا فعاوزين اول حاجة اللوى مين واجه ايه واجه الشبا واجه الشبا بين المهم الاتنين ان الجسم هنا بيكون من منطقتين منطقة اللي هي رأس صدر ومنطقة مين اللي هو إيه البطن عندي هنا لايكل هنا بيكون خارجي هنا لايكل إيه بيكون خارجي الجسم هنا مقسم إلى عقل الجسم هنا إيه مقسم إلى إيه إلى عقل ده بالنسبة من للشبه طب واجه الاختلاف واجه الاختلاف هنا العيون هنا بيكون بسيطة العيون هنا مركبة هنا بيكون فيه عنده أربع أزواج من الأرجل اللي هي المفصلية عشان كده بيتبع له العنكبيات أما هنا بيكون عنده العديد من الزوائد المفصلية اللي هي بيبدأ يتغير شكلها علشان تؤدي وظيفة متنوعة الطائفة التي ينتمي إليها كل من الكائنين رقم 1 و 2 رقم 1 ده بيتبع اللي هو مين طائفة مين اللي هي العنكبيات أما اللي هو رقم 2 ده بيتبع طائفة مين اللي هي القشريات الشكل المقابل يوضح المفتاح التصنيفي لبعض مفصليات الأربل سين وصاد وعين ولام سين صاد عين لام أول سؤال ما الصفة التي يختلف فيها الحيوان سين سين اللي هو الجرادة عن الحيوان صاد صاد اللي هو عبارة عن مين عبارة عن أم 44 يا طرح مختلفين عن بعض فين والله مختلفين عن بعض فين اللي هي مناطق الجسم مناطق ايه مناطق الجسم هنا بالنسبة ليه اللي هي الجرادة الجرادة طبعا دي حشرة الحشرات زي ما احنا عارفين بتتكوى من ثلاث مناطق اللي هي مطقة الرأس ومطقة الصدر ومطقة مين اللي هي البطن أما اللي هي 44 دية نا بتتكون من منطقتين بس اللي هي منطقة الرأس ومنطقة مين اللي هو إيه الجزع الاختلاف الثاني بينهم فيه اللي هي عدد اللي هي الأرجل المفصلية هنا طبعا عنده ثلاث أزواج من الأرجل اللي هي مفصلية إنما طبعا هنا فيه العديد من الأرجل إيه المفصلية رقم اتنين ما الصفة التي يختلف فيها الحيوان صاد عن الحيوان لام الصاد عندنا اللي هي هم 44 طب لام اللام اللي هو مين اللي هو الكابوريا او بسميه اللي هي سرطان مين سرطان اللي هو البحر يغطر الاختلاف احنا هنا مدهر على ايه اختلاف خلي بالنا يغطر الاختلاف بينهم في ايه هم الاتنين بيختلفوا عن بعض فيه اللي هي وسيلة اللي هي التنفس هنا والله بيتم هنا التنفس فيه هم اربعة واربعين عن طريمين اللي هي القصائبات اللي هي الهوائية اما بالنسبة لي اللي هي الكابوريا او بسميه سرطان البحر التنفس هنا بيتم عن طريمين اللي هو الخياشين رقم ثلاثة ما الصفة التي يتشابه فيها الحيوان لام اللام اللي هو الكابورية مع الحيوان عين عين اللي هو مين اللي هو العقرب يا طرى هم الاثنين متشابهين مع بعض فين والله هم الاثنين متشابهين مع بعض فيه اللي هي عدد مناطق الجسم هنا في منطقتين اللي هي منطقة اللي هي الرأس الصدر والبطن هنا في منطقتين اللي هي منطقة اللي هي رأس الصدر والبطن يا رب كن فاهمنا ما تنسناش من صالح دعواتكم كان معكم مستر طارق وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة وبتوفير لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا